نعود بحضراتكم المشاريع الخاصة بمبادرة حياة كريمة وتحديداً الآن من البحيرة ومرسلنا محمد عبد العزيز محمد أهلاً بك يعني مشاريع خدمية وصحية وتعليمية في عدد كبير من المحافظات المستدفة من خلال حياة كريمة ماذا عن البحيرة؟ أهلاً يا شايماء وأهلاً باستاذ المشاهدين ما زلنا مستمرين في تغطية المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تنفذ بمحافظة البحيرة كنا في الصباح قد نقلنا الصورة والمشهد من قرية الخرطوم بمركز بدر وهي ضمن المرحلة الأولى التي انتهت بالفعل الآن أنا أتواجد داخل قرية الكردود التابعة لمركز حوش عيسى وهي ضمن المرحلة الثانية لتنمية وتطوير الريف المصري هذه المبادرة في مرحلة الثانية تم اختيار ست مراكزهم ضمنهور وأبو حمص وقفر الدوار وحوش عيسى وأبو المطمير ووادي النطرون لتنفيذ تمن تلاف واحد وعشرين مشروع في خمستاشر قطاع خدمي بتكلفة حوالي خمسة واربعين مليار جنيه هذه المشاريع هدفها في المقام الأول هي خدمة المواطن البحراوي لتوفير حياة كريمة له ورفع المستوى المعيشي للمواطنين بمحافظة البحيرة لمزيد من التفاصيل يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الدكتور مصطفى خليفة منصق مبادرة حياة كريمة بمركز حوش عيسى بنراحب بحضرك على شاشة اكسر منيوز مرحب بيك يا فندم يعني كنا نريد أن نعرف من حضرتك يا فندم يعني ما هي المشاريع التي سوف تنفذ بمركز حوش عيسى ضمن المرحلة الثانية لتطوير الريف المصري حوش عيسى من المراكز المهمة جدا في محافظة البحيرة بتحتوي على أكتر بيها أربع وحدات محلية قروية بيها أكتر من عشرين قرية أم بيها أكتر من 495 تابع عدد السكان فيها تقريب قرب 300 ألف نسمة فبالتالي حياة كريمة هتنقل شعب حوش عيسى نقلة تانية خالص لأن الحياة كريمة بتهتم ببناء الإنسان المصري بكافة احتياجاته سواء احتياجات بيولوجية اجتماعية احتياجه للأمان احتاجه للتأدير والتأدير الذات بداية بيبقى فيه عندنا مجمعات تكنولوجية علشان توفر قفة الخدمات بالريف المصري بدل الذهاب للمراكز الرئيسية لا ده عنده في الوحدة القروية الأم فيه مجمع تكنولوجي فيه بريد فيه بنك فيه جفة الخدمات اللي هيحتاجها فيه كمان مجمعات خدمات زراعية وفيه كمان إحلال وتجديد للوحدات الزراعية الموجودة كمان فيه إنشاء مدارس جديدة مدارس تعليم أساسي ومدارس سنوي ومدارس فني فيه كمان صرف طبعا الكارسة الكبرى في أغلب المراكز الصرف الصحي طبعا بتاحت رعاية السيد الرئيس الصرف الصحي بقى خلاص الناس كلها عارفة أن الصرف الصحي خلاص هيوصل لبيوتها وطبعا ده أغلب التكلفة لريحاله كمان عندنا وحدات إنشاء مجازر ووحدات بيطرية فيه وحدات إسعاف فيه وحدات إطفاء كمان فيه وحدات صحية فيه منها اللي هيتم إنشاءه من قوله جديد بناء على الكود المصري والعالمي لإنشاء الوحدات الصحية بالإضافة إلى إحلال وتجديد بعض الوحدات الموجودة كمان بالإضافة عندنا سكن كريم سكن كريم إحنا وحش عيسى من المراكز وغدا تايما نص العدد في سكن كريم على مستوى البحيرة وغدا أكتر من 1500 بيت البيوت كلها بالتوب اللابن أو التوب الأبيض مغطاة بالبوس حيوصلها كافة المرافق حيعيشوا فعلا الحياة أدمية إحنا كنا نخش البيت أو يعرف صاحب إنه أتقبل لا الموضوع بالنسبة له يتغير بيزجد شاكر في الأرض عندنا كمان عمل كريم كمان فيه حالات هيتم التنسيق معاه لعمل مشاريع والرفع للمستوى المادي والاقتصادي بتاعها هيبقى فيه عمل مشاريع كمان على مستوى القارية نفسها بتخدم كل شباب القارية بدلا عندنا حش عيسى من المراكز اللي فيها عمالة مهاجرة كتير برا المركز بطبيعة أن جزء منها كبير صحراوي فبالتالي الناس بتروح تشغل في المزارة لا حيبقى فيه توطين للصناعات جوه حش عيسى كمان حش عيسى فيها منطقة صناعية في الطرانة وفي فرهاش لكن دي كلها حيتم تسويق لخدماتها وحيبقى فيها عمالة وحيبقى دي كلها هتغير البيئة على المستوى حش عيسى الدكتور مصطفى خليفة منصق مبادرة حياة كريمة بحش عيسى بنشكر حضرها فينا شكرا حيك يا فهم بهذا نكون قد نقلنا الصورة من قرية الكردود التابعة لمركز حوش عيسى عودة لك يا شيماء في الاستوديو أشكرك شكرا جزيلا محمد عبد العزيز كنت معنا من البحيرة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر